ما زال الخلاف والتباين سيداء الموقف بين طرفي المفاوضات في الكويت الاختراق الوحيد الذي حققه المبعوث الأممي بعد شهرين من المباحثات هو التقدم في قضية الأسرى من الأطفال وهي خطوة وصفت بأنها ذهاب إلى ما هو أبعد عن جوهر ما يحتاجه اليمنيون فالبحث في قضايا فرعية دون التوصل إلى حلول كاملة من شأنه تحييد أنظار العالم عن موضوع التوصل لنتيجة تنهي الصراع وتنهي الإنقلاب هكذا يقول مراقبون وحده الوسيط الدولي يرى أن هناك خطوات إيجابية في مسار تحفه العثارات والعقبات ولد الشيخ أحمد يعتقد أن هذا الاتفاق سينعكس إيجابا على عملية بناء الثقة والدفع بمسار السلام إلى الأمام وهو ما لا يعتبر تقدما بحسب أولئك المراقبين قيم التحالف لقوة الشرعية بإطلاق سراح عشرات الأطفال الذين زجت بهم الميليشيا في المعارك من شأنه سرقة الاحتفاء الذي يتباه به المبعوث الأممي كون هذه الحالات جاءت بمعزل عن الوساطة الأممية في زاويات الأخرى من الصورة يؤكد رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي أن الإنقلابيين أفشلوا اتفاق الإفراج عن المعتقلين برفضهم تنفيذ ما ورد في القرار 22-16 بشأن المعتقلين السياسيين وإسرارهم على الاستمرار في اعتقالهم ثم تما يشير إلى أن الميليشيا تبحث عن حلول لها وإنجاز لما تريده وإلى ما يبدو زخما تزج به واشنطن من أجل دفع المباحثات لكن هذا الزخم ما زال يلفه كثير من الغموط فالولايات المتحدة التي دعت إلى سرعة تطبيق اتفاق تبادل الأسر القاصرين لم تكن لتدعو إلى ذلك لولا رغبتها في نقل المشاورات إلى الدائرة الرمادية وجعلها تفضي إلى نتائج هامشية قد لا يبنى عليها اتفاق وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة المختطفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة